أنا مش بالضرورة أبقى بتكلم على 30 مليون سايح علشان يجيلي 30 مليار دولار طيب مش ده برضو معناه إن أنا محتاج أستهدف نوع آخر من السياح يعني أنا دايما في البرنامج أقول واضح إن إحنا استهدافنا الرئيسي هي سائح الأول إنكلوسيف بتاع الباكباك اللي ما بنفعنيش بحاجة غير إنه بيرحطة الألف يورو يركب الطيارة ينزل يقعد في القوتيل مثلا مثلا في البحر الأحمر يأكل ويشرب وينبسط ويأخذ بعض ويركب الطيارة ويرجع على بلدهم تاني أنا دايما نتساءل فين السائح الفاخر؟ خلال الفترة اللي فاتت القائدات السياسية تجت بشكل كبير جدا للقطاع السياحي والنقاط ضعفه إيه ونقاط تحسين إيه ويمكن معلي دولة رئيس الوزراء من فترة ريبة من حوالي 6-7 شهور ابتدأ السياحة العلاجية في مصر والسياحة الاستشفائية في مصر دي بالإضافة لسياحة اليخوت اللي تم إدراجها على أجندة السياحية خلال الفترة اللي فاتت وده نمط وشكل جديد من أنماط السياحة الريتش اللي دخل في مصر زي ما تفضل معالي النائب وقال أن التحسين الطرق اللي حصلت في مصر خلال الفترة اللي فاتت عدم الاعتماد على أسواق سياحية بشكل مباشر زي ما احنا كنا متجهين خلال فترة من الفترات لنمط سياحي معين لأحد الدول تفتح الأسواق احنا عندنا رجع الطيران من توكيو ولسه كنت تتكلم مع أسواق النائب فيها الأسواق أمريكا اللاتينية اتفتحت في مصر شيلي البرازيل والإكوادور ابتدنا نشوف شرق آسيا كمان السياحة منها سياحة الحج لدول شرق آسيا أندونيسيا والفلبين وبقوا بيجوا مصر سياحة آل البيت ورحلة العائلة المقدسة تم إدراجها على الأجندة السياحية كل أشكال وأنوات السياحة اللي خاصة بمصر تم إدراجها وتفتح أسواق جديدة ما كانتش موجودة السياحة السويسري ابتدى يرجع تاني مصر الشكل اللي مصر بتتسوق به حاليا مختلف خالص عن زمان نحنا النهاردة يمكن من فترة قريبة في الصيف كان عندنا مهرجان العالمين وكان يمكن معظم السياحة الإيطالية عما راحت وشافت مهرجان العالمين قالت إن هو أحسن شواطئ العالم موجود في العالمين كان عندنا نمط جديد مختلف خالص موجود عندنا نمط سياحي ثقافي رياضي ودي ما كانتش مدرجة على أي أجندة سياحية في مصر خلال الفترة الفات تم إدراجها في مهرجان العالمين التارجد اللي حققوا النمط أو الشكل السياحي دو كان كبير جدا وعمل تفرة كبيرة جدا في القطاع قربوا من القاهرة كمان يعني إحنا كنا بنقول يا هنروح للعالمين ده مشوارك بعيد جدا الطرق الجديدة اللي أنت حداك تقدر تطلع بالزبط ساعة ونص من القاهرة النهاردة كل دوت لأول مرة الموسم السياحي الصيفي كان فيه رحلات في الوصر وأسوان وده كان شكل مختلف جدا يعني السياحة النمساوية والسياحة الفرنسية كانت موجودة الموسم دوت في الصيف في القصر وأسوان الليل لأن إحنا ابتدنا المتاحف أو الأماكن السياحية في القصر تفتح لغاية ساعة سبعة وتمانية بالليل فده بشكل كبير ساعد أن الجسد يطلع من الغردقة يروح على الطريق الجديد للقصر يضي اليوم بتاعه وبعد كده يرجع للغردقة فكل دوت كل ده سهل على السياحة حاجات كتيرة جدا بالإضافة طبعا أن خلال الفترة اللي فاتت وزارة السياحة وهي تنشيط السياحة عملت معارض كتيرة جدا وحطت أماكن ما كانتش مدرجة على الخريطة السياحية للجذب السياحي الكبير من بره لمصر ترجمة نانسي قنقر